اشتركوا في القناة تغير المناخ يتسبب في أضرار زراعية بـ 250 مليون يورو مرحبا بكم في نشرة أخبار النمسا ميديا لآخر يوم في هذا العام أعلن وزير الداخلية جيرهارد كارنر عن تكثيف التواجد الأمني في بينا وجميع أنحاء النمسا قبيل رأس السنة بسبب احتمال وجود تهديدات إرهابية جاء ذلك عقب اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في التخطيط لهجمات على كاتدرائية شتيفان حيث أكدت وزارة الداخلية تصاعد المخاوف مشيرة إلى عدم وجود تهديدات محددة وفي الوقت نفسه أكد كارنر على جاهزية الشرطة لضمان سلامة السكان مشيرا إلى ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي إلى المستوى الرابع عقب التطورات في الشرق الأوسط اجتاز أكثر من 60 ألف شخص امتحان اللغة الألمانية حسب صندوق الاندماج النمساوي بزيادة 17% عن العام الماضي وتم توفير 66 ألف مقعد لدورات اللغة حيث ارتفع عدد حالات اللجوء والحماية بنسبة 30% ليصل إلى 22 ألفا وسجلت كثالث أعلى القرارات الأولية في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2015 وساهم صندوق الاندماج بحوالي 265 ألف استشارة وشارك أحد عشر ألف شخص في دورات القيم وكان ثلثي المشاركين في دورات اللغة غير ملمين بالقراءة والكتابة أظهرت الإحصاءات ارتفاعا في حالات العنف الأسري هذا العام حيث بلغ عدد من تم استدعاؤه أحد عشر ألف وخمسمائة وخمسة وستين شخصا حتى نوفمبر مقارنة بعشرة آلاف وتسعمائة وأربعين في العام السابق وأوضحت المحكمة الدستورية دستورية الاستشارة الإجبارية لمن يتعرض للعنف المنزلي مشيرة إلى زيادة حظر الدخول وتنظيم مائتين وخمسة وعشرين مؤتمرا أمنيا هذا العام وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الأرقام تعكس تغييرا في الإبلاغ وتقديم المزيد من البلاغات ما يؤدي لتقليل حالات العنف وتعزيز الثقة في الشرطة مشيرا إلى أن تسعين بالمئة من المبلغ عنهم هم رجال كشف تقرير شركة التأمين ضد البرد للعام 2023 عن ارتفاع كبير في أضرار الزراعة بسبب التغيرات المناخية حيث وصل إجمالي الضرر إلى مائتين وخمسين مليون يورو وتسبب الجفاف والصقيع والعواصف والفيضانات في هذه الأضرار وتم التأكيد على أن هذه الأرقام تعكس تأثير ارتفاع درجات الحرارة وحضر الرئيس التنبيذي للشركة كورت فينبينغر من تأثير ارتفاع درجات الحرارة العالمية على الزراعة وعلى استمرار الأضرار إذا لم يتم التحرك لتحقيق هدف اتفاقية باريس داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأراضي الزراعية كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا مشاهدنا تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم كنت معكم أنا أدهم حسين أمسيا سعيدة وكل عام وأنتم ومن تحبون بكل خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر